السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية تعطيل التحديث التلقائي على هاتف سامسونج توجه معي إلى سيتينج أو الإعدادات بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد صوفتوير أبدايت قم بأوتو دولوند أوفر ويفي قم بإغلاقها على هذا الشكل لكن قبل أن نستمر لا تنسى وضع إعجاب للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد قم بالخروج من هنا ثم بعد ذلك قم بالصعود إلى الأعلى ثم اضغط على سيكوريتي من هنا ثم قم بالنزول إلى الأسفل واضغط من هنا على أوضر سيكوريتي سيتينج ثم انقر من هنا على سيكوريتي بوليسي أبدايت وقم بإغلاق هذه الأيقونة أيضا أو هذه الخاصية بعد ذلك قم بالخروج من هنا ثم انزل إلى الأسفل حتى تجد أباوت فون قم بالضغط عليها ثم اضغط على الصوفتوير إنفو ثم هنا قم بالضغط سبعة مرات على هذه الأيقونة بيلدر نامبر حتى يظهر لك هنا بأنه النبل أنا لقد فعلته مسبقا أنت سيظهر لك هنا بأنه تم تفعيله بعد تفعيله قم بالخروج من هنا وثم ستجد هذه الأيقونة في نهاية الإعدادات developer options قم بالنقر عليها ثم انزل إلى الأسفل ستجد هنا auto update systems قم بإغلاقها على هذا الشكل ثم بعد ذلك قم بإغلاق هذه الخانة وهكذا لقد تم تعطيل التحديث التلقائي في سامسونج وإلى هنا عزائي المشاهدين لأنكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشتراك في القناة ليصلك كل جديد